نادي الاهلي طلع بيان اقترح فيه انه التحاد الكورة يأخذ بكل اساليب التكنولوجيا المتطورة لتطوير مستوى التحكيم ومن ضمنها خاصية الفار او حكم الفيديو المساعد طلع الكابت المتحط منتهى التهاكم الفار هيبقى زار ده اسلوب مرفوض جدا دي مسألة مش ممكن تحصل اعيز ادوها المتحدرة اعيز ادوها المتحدرة وكلام كتير جدا على بيان النادي الاهلي اوالله اوالله كتير كانت النتيجة ايه انه الكابت المتحد لمنا على ان احنا قلنا انه غير رأيه بشأن حكم الفار نسمع لما طلعت اتكلمت على الفار وقلت الفار اخشى ان هو يتحول لزار وما زلت عنده رأي في اللي انا قلته فطلع قال لك ايه اه ما هو بقى لما قال كده بس لما طلع بيشاور بقى على ابو ناصر تركى للشيخ المستشار لما رجع بقى التاني المستشار تركي قال التويت انه عايزين فار فانا غيرت يا ابني انت وهو افهمه افهمه لما يكون في رأي بتقال ثم يتم تداول هذا الرأي مع حكام ومع ناس ومع هنا وهنا انا ما بقولش انا اسف استغفر عظيم ربا بنقولش كلام مقدس انا بقول رأي وفقا للسلوكيات اللي انا بشوفها في الملاعب لما جبنا البنة ومش عارفه وطلع الرجل طلع فيه عشرة رجبه فوق دماغه لكن ما لقينا الاخطاء كترت فيه اول ست اسابيع خلاص يبقى الفره والحال يا كابتن متحد بمنتهى الرقي والاحترام والادب اللي انت بتقول عرفته علينا انت سيادت غيرت رأيك بعد ربع ساعة انت تهكمت على رأي النادي الاهلي وعلى بيان النادي الاهلي وهجمته وهجمته وسخرت منه كتير قوي واعدناه مرة واثنين وثلاثة وبعد خمسة وعشرين دقيقة حتى ما طلعتش فاصل قريت تويتا للمستشار توركي قال شيخ بيقايد نظام الفار فجأة الزار بقى فار وفجأة بقى ده الحل السحري وفجأة بقى طب ليه جماعة ما يحصلش قلت طبعا انه مش عيب ان الواحد يغير رأيه بعد ما سمع قراء الخبراء والمحكمين وقراء التحليل لأ انت مسمعتش قراء حد انت مطلعتش فاصل انت غيرت رأيك في عشرين دي